تبدأ الرئيسة البرازيلية ديل ماروساف الأربعاء سباقا يائسا ضد الزمن بعد انهيار تحالفها الحكومي لمحاولة الاحتفاظ بأصوات ثلث النواب على الأقل التي ستسمح لها بالإفلات من إجراءات إقالة مذلة ابتداء من اليوم وإثر هذا الاجتماع التاريخي لحزب الحركة الديمقراطية البرازيلي نعلن انسحابنا من حكومة ديل ماروساف ويشكل تخلي حزب الحركة الديمقراطية البرازيلي عن روساف ضربة قوية للرئيسة الياسرية على رغم محاولة مدير مكتبها التخفيف من وطأة الأمر هذا القرار يأتي في الوقت المناسب إذ أنه يمنح الرئيسة ديلما الوقت لإعادة تشكيل حكومتها وسيكون على روساف التي أضعفت إلى حد كبير غدا تنسحاب حليفها الرئيسي حزب الحركة الديمقراطية البرازيلية الذي يقوده نائبها ميشال تامر اقنعوا أكثر من ثلث نواب البرلمان بالتصويت ضد إقالتها في نيسان أبريل وفي حال لم تنجح في ذلك ستتهم أمام مجلس الشيوخ الذي يعود القرار الأخير إليه وقد يوافق على إقالتها نهائياً اعتباراً من أيار مايو بحسب المعارضة